اشتركوا في القناة علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تقذبان خلق الإنسان من صلصار كالفخار واخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تقذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تقذبان مرج البحر ليلتقان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تقذبان يخرج منكم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تقذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تقذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تقذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تقذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تقذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقضار السماوات والأرض من أقضار السماوات والأرض فانفذون إلا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تقذبان يرسل عليكم أشوذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تقذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تقذبان فبأي آلاء ربكما تقذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبك إنش ولا جان فبأي آلاء ربكما تقذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تقذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تقذبان هذه جانم التي يقذب بها المجرمون يضوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تقذبان ولمن خوف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تقذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تقذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تقذبان فبأي آلاء ربكما تقذبان متكين على فرش بطائنها من استبرقه وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تقذبان فيهما تقذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تقذبان كأنهن اليهاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تقذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تقذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تقذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تقذبان فيهما عينان ضغطان فبأي آلاء ربكما تقذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تقذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تقذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تقذبان لم يطمثهن إنس قبلكم ولا جان فبأي آلاء ربكما تقذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تقذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تقذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار واخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر ليلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منكم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسعره من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقضار السماوات والأرض من أقضار السماوات والأرض فانفذوا إلا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يضوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرطه وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلكم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليهاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونكما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان مدهان متان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضغطان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن لم يطمثن إنس قبلكم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر ليلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منكم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسعره من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقضار السماوات والأرض فانفذوا إلا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يضوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجرياد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائن متكين على فرش بطائنها من استبرط وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليهاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضغختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنسا قبلكم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصار كالفخار واخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر ليلتقيان مرج البحر ليلتقيان مرج البحر ليلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر ليلتقيان مرج البحر ليلتقيان مرج البحر ليلتقيان مرج البحر ليلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقضار السماوات والأرض من أقضار السماوات والأرض فانفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشوذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه إنس إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ من نواصي فيأخذ